اكيد نزلت في يوم من الايام تطبيق من تطبيقات كفل الهاتف او كفل التطبيقات وبعد كده عملت باسورد للتلفون بتاعك وجيت تفتح التلفون بتاعك التلفون ما بيفتحش لان انت انسيت الباسورد او كمان نزلت التطبيق دوت وقفلت بيه كل التطبيقات وانسيت الباسورد ومش فاكر الباسورد حتى حساب الجيميل اللي انت عامله عليه ضاع حساب الجيميل دوت وانت عاوز تفتح التطبيقات ديت وعاوز تفتح التليفون بتاعك وتستخدمه عادي اكيد اتعرضت vulnerнов الموقف ده في يوم من الايام ومهكنتش عاوستي خسل البيانات بتاعتك وتبدأ تعمل Resource Bowl للتليفون بتاعك وعاوذ تفتح التليفون فانا في فيديو النهاردة علمك ازاي تفتح التليفون بتاعك لو انت منزل عليه اي تطبيب من التطبيقات ده وقفلته ونسيت الباسورد وكمان تستخدم بتاعك عادي جدا. ده اللي هتعرفه معي في فيديو النهاردة من غير ما تمسح اي بيانات من على التليفون طبعاً كالعادة ما تنساش كوبات الاوة بتاعتك واللاقي الجميل وتابع معايا دي ما انت ما شايفين قدامكم التليفون معمله نمط وانا دلوقتي مش عارف النمط كل ما دخل نمط اقول لي طبعاً ان النمط غلط دلوقتي انا مش عارف كلمة سر بتاعت التليفون هبدأ اول حاجة عاملها هبدأ ادوس على التليفون ضغطة مطولة اللي انا هقفل التليفون وابدأ ادخل على الوضع الامن تدخل على الوضع الامن بتاريقتين اول طريقة ان انت تفضل ديس دوس مطولة هنا علي اقافي التشغيل وبعد كان تبدأ تدوس على الوضع الامن وكذا التلفون بتاعك بيدخل في الوضع الامن وبعد كده بتبدأ تفتح التلفون تاني تاني طريقة لو الطريقة دي ما اشتغلتش معك بتدوس على زرار الباور وزرار توgeordيت الصوت دوسة مطولة اسناء ما التلفون بيفتح معك يعني اما التلفون يقى يفتح معك بتدوس على زرار تو итог الصوت وتشيل سبوعك من على نظار الباور بتفضل دايس على زرارة توطيط الصوت اسناق فتح التليفون ودلوقتي ب Sachs اوريك الثانية ولكن دائماً أدوث عن الوضع الامن ه�면 على الوضع الامن وعلت التليفون راثطم معي زي ما يتمنى كده التليفون بيفتح معي سأبدأدوس على زرار تبعي في حالة لو الطريقة المط�문ية شاولة مشتغلت معي سأضل دايسعليه دوسها مطولة لحد ما التليفون لم يفتح لم تشيل ايدك من التصل الامن. هتشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل او ما يدخل على الوضع الامن. طبعا بيصبر شوية زي ما انتوا شايفين. تلفون فتح معي على طول. سعب بقى التلفون مش بيفتح معك على طول بالشكل له. بتبدأ تعمل ايه? بتنزل طبعا الشريطة الاشعارات كده. هتلاقي طبعا معمول وضع تيران وكل حاجة مقفولة في التلفون. هتبدأ بعد كده تدخل على الضبط. بعد كده تبدأ هنا تدار على التطبيقات او مدير التطبيقات على حسب نوع التلفون بتاعك. هنا متسميها بالتطبيقات. عندك ممكن تريدها مدير التطبيقات. بعد كده تبدأ تدوس على التطبيقات. وهنا بقى تبدأ اصدار على التطبيق اللي انت عامل من خلاله القفل. سواء بقى كفل التطبيقات او حتى كفل لاتف هتبدأ اتدار على التطبيق هنا. ده التطبيق اللي انا بستخدمه اللي انا اقفل بتلف تلفون بتاعي. وكمان اقفل بالتطبيق. هبدأ ادوس على التطبيق كده. بعد كده هنا هدوس على الغاء التسبيت او مكان التخزين وبعد كده هبدأ ادوس على مسح التخزين المؤقت ولكن انا هنا هدوس على الغاء التسبيت وابدأ امسح التطبيق خالص وادوس على موافق كده التطبيق لغى التسبيق بتاعه هبدأ بقى رسطر التليفون بتاعي هبدأ هدوس على عادة التشغيل بعد ما بادوس على عادة التشغيل التليفون بيبدأ يرسر معي وبيبدأ يشتغل في الوضع الطبيعي وطبعا النمط بيتشيل واي بصور دي انت قد تعاملوا لأي تطبيق بيبدأ تلقى طبعا زي ما انتم شايفين جال تشغيل نظام الاندرويد بعد كده التلفون هيفتح معك بالشكل الطبيعي وانت الوقت هتشوف بنفسك هنا طبعا بيقول لي اختاري الشاشة الرئيسية ده عشان همنزل كذا تطبيق زي ما انتم هتشوفوا زي قدامكم حالا هيفتح من غير نمط ومن غير اي باسوردات خالص هنبدأ ندوس كده على الزر باور ونبدأ نفتح تاني زي ما انتم شايفين من غير اي باسوردات والطريقة انت بتستخدمها في حالة انك منزل اي تطبيق من تطبيقات قف لشاشة الهاتف او اي تطبيق انت منزله بتقفل بيه التطبيق بتاعتك وعاوز تفتح التي اما في حالة ان التلفون انت عامله نمط لو انت استخدمت الوضع قامن في الطريقة دي مش هتشتغل معك لان حماية التلفون غير حماية التطبيقات اللي انت بتستخدمها وبكده كونتهت حلقتنا النهاردة دمتم في امان الله